اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ام انت دلوقتي عرفت مكانها قبل مكان امها عايزة رباها هتعمل ايه بالزبط؟ عايزة رتب لها صاحل مرات يا عطا الهنجرانية جدرهم قوي مش سهلين والبت متجوزة من تاخه كبيرهم مش عارف ابدا نطلع جيبها من شعرها وانزل بيها اه مصبوط طب هتعمل ايه؟ لازم يحسوا من في خاطر الحكومة هتطب عليهم مشاكل هتجيلهم من وراها ساعتها بس هيرموها برا لو هي مين هو ساعتها تبقى وقعت من السماء وانت استلقيتها الله يناور عليك يا عطا اه هي هيام جابت كامل نهاردة اه علي النعمة لو جايبها مليون جنيه الالفلوس مش كل حاجة هديك من جابي لا لا ما كانش قصدي يوه ده انا نسيتها ديوم لابوكي بكرة بقوا عليك خير خلاص فتح المؤتمر مع عطا بعدين برا بيت ودودوا اكيد بيرسموا على مصيبة جديدة علي الله بس ما يكونش عطرو في ناتيا علي الله بس انتي مدلعا قولي مين دول بكسر عينه بدا ديه عشان ما يقولكيش اسرق زمالك في الجامعة وشغالك بالعافية ربنا يستر يا اما فاتك كتير ما بقى الا القليل يا عزيزة احنا كنا فين ابتدائية واعدادية وسنوية خلاص مش فاضل الا اربع سنين وحنقضيهم بالطول ولا بالعرض ايوه يا اما بس انا خافة عليك انتي ابويا ما يسكتوش الا الفلوس وكل ما حاولت تجيب له اكتر كل ما الخطر بقى عليك انتي اكبر يعني هيحصل ايه يعني بحد سجن يوه وهيدي شوية يا اختي والله جوه اخر راح الواحدة ما بتبقاش هيلة غير همك هنقدي على المستشفى وناخدها على البيت على طول ها 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 تبتكري يا صدقى انك ولدتي وما قلناش لحد وايه يعني كنت تعبان خايفة من الحسد بعد ما خلفت بطلوعي الروح ايوه يا بس اه مبسش انا اللي هي مني حاجة واحدة بس ان الاوراق الرسمية بتقول ان الولد دا يبقى ابني انا على رأيك، يضربوا بنغهم في الحيات المهم منت يا أستاذ، على فكرة أنا قلت بدل عبد الحميد ما يبقى في حتة وإحنا في حتة نخدها تقعد بيب معنا في الفيلا على إنها الدادة بتاعته عبد الحميد؟ سميتي الوضع عبد الحميد؟ على اسم بابا اللي هيرحمه، إيه رأيك؟ آآآ طبعاً، ده حتى يبقى بركة مش عايزة أي حركات صغيرة يا ميدي لا، لا، عيبنا، صح الشاب أنا برضو حريبتي أبص الوحدة إيه دي ده أنا حتى براجل ما عنديش نظر الحزاب لو تمعه حالاً، فتركك أنا آسف، اتأخرت عليك، صح؟ ما حصلش حيجاً، المهم النجيب سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته طبعاً، ما فيش حد من الكبار هنا، اللي إيه؟ والله يا عمّة، أنا في خرج يجي من ساعة طب عمّة، إيه؟ أنت عايزهم فيه؟ بص بقى، من الآخر كده في واحدة دحكت علي وهي موجودة هنا في حماكم حمانا إحنا؟ أه، وقصره كده بقى، لا هعرف أرجع المنطقة من غيرها، ولا هعرفها في فصاتكم كنت عايزني أعمل إيه أكتر من اللي أنا عمل؟ تستني، تصبر شوية صبرت كتير وإنت عارف كده كويس أنا ما عرفش غير حاجة واحدة بس، اللي كسبتيني ونجوز لي واحد تاني، صح؟ أنا تقدم لي عريس واثنين، وإنت عارف إن أنا غلبان، وأهلي على قدوم وإنت ما كانش بإيدك تعمل أي حاجة، كنت عامل إيه في ظروف زي دي؟ عادش يجي منه، تدي لوقتي متجوزها وأنا أنا اتطلقت يا حسين آه، قولي لي كده بقى، اتطلقتي وسمعت إن أنا بدأت أقف على رجليه، فقلت يلا نركب الاستبناء في الشنطة، صح؟ حرام عليك، ما تبقاش إنت والدنيا على لي عادش يجي منه، ناقب اكتل على شونة أستاذة مونة، أنا صحيح بقى معايا إرشين دلوقتي، ويعني شوية فلوس على قد كده، إنما ظروفي بقت أصعب من أول بكتير قوي على فكرة بقى، سواء إنت معايا أو مش معايا، أنا مقدرش يعيش مع رجل ما بحبوش أكتر من كده إنت ليه مش عايز تصدقني؟ ليه مش حاسس إن في واحدة تعذيبت زيك بالظبط؟ آآ، أنا ما قلتش كده يا إذا كنت إنت خسرت فأنا كمان خسرت على قل إنت ما تفردش عليك تعيش مع واحد إنت مش طيب على قد ما كنت بفكر في العذاب اللي بقيت إنت فيه أنا محتاجك قوي يا حسين وأنا مقدرش يعيش مع رجل تقعد هنا بتعملي يا بيت؟ استنى يا عم حالة استنى يا بقى عمرت إيه؟ قعد بس، قعد بس يا عمريضة، استريع في إيه؟ طبعاً هستريع، إنت هتعزمي عليها في بيتي ولا إيه؟ أنا عايزة أفهم، إنت زعلان مني ليه؟ نكت على ابني، خلتيه سافر في اليومين اللي بيقضيهم معي هنا كل السنة قلت عقلك برنا وقلتي قامته الناس تقول إيه؟ بعد ما اطلقت من مهدي راح يتلك خاله تخرج يا سيت أنت وهي في إيه؟ بس هاوليه عنك ليه؟ هتجفت أحبقه أنا عايزة أفهم، بس أنت عايز مني إيه؟ تلم هدومك وتنكشح من هنا من غير راح إيه اللي بتقوله ده يا رضا؟ إزاي تدخل بيتي من وراي؟ وتطرد واحدة قاعدة عندي؟ يعني أتعدينا عشان قاعدتها دي؟ بتدفع عنها بعد اللي عمرت في بلوختك؟ قلت محبتش أفتح بقه يا السلام؟ وما تجيبهم ليه؟ يلا خدهم في ديلك واطلع بره مش طالع بره واللي لازم تعرفه بقى أن عزمي درويش بعتلك وعايزت في مكتبك عزمي؟ لهمت؟ مبرح بالليل مكلمتك في التلفون ما ردتش جيت لك هنا عشان أقولك قالوا لي نازل لا أنا لازم أنزل تعالي هنا هتروحي فين؟ استني طب وإيه يعني لما يبعتلي؟ هي هدي أول مرة الحكومة يبعتلي؟ طب وفرق خنزيرة اللي عمالي إلاف في المنطقة من أول النهار كمان عايزك وكمان فرق خنزيرة؟ وهم عارفوا أن نادي عندي هنا زي إذا كان فرق ولا الظابط؟ حد مننا اتكلم؟ البيت دي بقى وشهر نحسوا لازم نخلص منها شكو ما ونور والله أعلم في إيه تاني إذا كان اللي مننا بتطرده عايز تعدين كلنا عجل خضر البيت دي نادي مش هتخرج من هنا ولا على جزتها كلنا كانت عقل قول تطلعوا من البلد إخراس يا أوليه يا ناقص عاليلة الأدب إما ربيتك أنت وجوزك بس لما فضلك عشان خاطري عالي بيقولودة اللازمة مشي عالي بيقولودة لو مشيت دلوقت عادي تتعلي قبل ما تخرج من الشارع بدي عندك حق؟ عشان كده البلدة دي مش لازم تقعد وسطينا أنا حروح لعزم درويش الأول أشوفه عايزين طب وفرق؟ فرق أمره سهل لو مسكيتش بالفلوس هتفنه صاحي لا والله ده نزعلانة منك جدا معقولة يعني تروح تقوليدي من جرمة تقوليلي مش أنا برضو كان المفروضة بقى موجودة معاك في يوم زي ده؟ على العموم أنا هسامحك بس علشان خاطر عبد الحميد الصغير قوليلي بقى أنت عاملة إيد الوقتي مش الحمد لله أحسن؟ طيب يا حبيبتي ومعتز نازل رايح المكتب أنا هنزل معاه وعدي عليكي لا مش معقول طب خلاص خليها بكرة بقى عشان نبقى نقعد براحتنا طيب وألف مبروك وحمد الله على سلامتك باي باي أنت برضو مصدقة حكاية عبد الحميد دي؟ طب وما نصدقش ليه؟ إحنا شفناها وهي بتتوحم ولما بطناها كانت بتكبر يبقى إيه الغريب بقى أن هي تروح تولد وتيجي؟ أه طيب يا هل ما كانت لعبة؟ وجايبيني ولد ده من أي حتة؟ بكرة هتشوفيه؟ وهتلاقي عنده ست شهور مش يومين؟ ست شهور ست سنين إحنا مالنا بوسة من هنا وبوسة من هنا وهدية حلوة ونقول لها ألف مبروك، هنخسر إيه؟ مال البشر فين يا بي؟ عزمي بيب في أمورية وراجع يركع بالسلام إن شاء الله على فكرة هو عايزك ضروري قابل لو احتاجتوا أي حاجة أنا في مكتبي توقف على الباب وتاخد بالك كويس نعم مال نعم ماشي جدا من نفسك؟ مش عايز أعمل مشاكل عم أحانا فينا لا والله إذا أنت طلع عمدك دام أهو وما الكترام يبالك علينا اليه مش حرود عليك عشان خاطره وخاطر ماهدي لابت والنابي، وانت تقدر تردي خلينا مش بقى وهو عم نسكت مش لما تتفتش الأول اه ايه اتفتش اه قدام خارجة من ورح أنا فيه تيبقي سرقة حاجة يلا خدوها تحت عشقة تحت نية كتفوها وفتشوها تفتيش ذاتي يلا يلا اللي هتهوي بناحياتي هطير والشهر مش كل مرة تسلم الجرة يا حلوة مش سايبك النهاردة يا بيضة احنا جاينلك بالأسلحة الفاسدة يا قطة تقالي بيضة تقالي بيضة تقالي بيضة ايوة يا باشر ايوة البنت تحت يدي يا باشر عتيجة تلاقيها مك كتفة انت تتحركت بدري اوة يا رضا على عمومنا في الطريق دلوقتي اوة عتفلت منك كده ولا كده ده بقولك ايه خلي بالك منها دي بنت جنية دي حاجات هم؟ هي المأمورية اللي طلعها الباشا فين يا بي الاخر مصر الجديدة امي فين دورت الميا الاخر الطرقة شمال يا حاج اشكرك اشكرك ما هيلا يا باشا؟ انا حاجزه في مكتبك يا باشا وليسه شايفه من شوها تحت عمرك، مع السلامة ريدا، الرجل كان هنا رح فيدي رضي يا نادية هلو؟ فايا يا رفاعي، ايه اللي بيحصل عندنا؟ ايه؟ واي اللي ود رضا يا هلاك؟ يا عزيزة خير يا شربي اصلا عم فرج قفل نصبة الشاي، وتعرفها يعني منه لله، مش عايز الناس تاكل بالحلال والله العظيم تلاتا عايزة بقى كويسة يا عزيزة انا تعبت من هارتك، ده مش عايز افضل فيه ربنا يفتحها عليك ويسهلها لك يا شربي يعني انا لو عملت مصلحة وعدت زي اللي بيعدوا تتجوزين يا عزيزة انت ابن حلال يا شربي وكل شيء اسمه ونصيب قصدك اه، قصدك يعني عشان العلم؟ ما ايما تجار ومعلمين بيتجوزوا هوانم ومش كده ببس، وبنات جامعة كمان بفلوسهم بس احنا على ايها اللي بنحب بقى هو انا قلتلك لا، اعمل اللي عليه والباقي على ربنا ولوليك نصيف فيها، هتاخدها يا شربي وهي ايها اللي اهيري، نصيف حلونا من الشباب هجيب لكم بناية افتح يا رضا، افتح لاكثر الباب أعمى حنفي افتح، ما نرفرفش علينا الناس إيه اللي جابك دلوقتي يا عم حالة؟ تتفي مع الزابط عليها يا رضا؟ بتترابلي معات في الكليتس؟ عشان تسلم البيت وأنا قاعد في مكتبه زي الرجل؟ أنا عايز أحميك من روحك الزابط لو جيه ونزلها من شايتك هتنزل معاها وإنت مالك؟ هل تعيق إخواصي عليها؟ يعني إيه؟ تتحبس عشان بتتسطر على مجرم؟ أنا بقول نسلمها وتبقى بجميلة دي بزات يا متخلف ما نقدرش نسلمها ليه؟ بينك وبينها إيه؟ إنت كان إنت؟ هتعمل زي كلام النسوان بتوعك؟ ما هي عميلك دي هيرب تخلينا صدقهم؟ قلتلك قامشي قلتلك قامشي ما سمعتش كلامي وأنا يهمي كلامهم؟ هتمشي على رقبة الكل؟ يلا بينا قبل الزابط ما ييجي وأنا بنرغي مع الحوش دول على فين يا قريبي؟ الزابط زمانه جايه وعارف إن أنا مكتبهاني هاهاها كل واحد يتحمل نتيجة أفعال يعني إيه؟ الزابط ييجي ما يلاقيهاش؟ ياخدنا نابدالها؟ إن شاء الله حتى يعلقك على المشنقة اوعى من قدراني حنفي التجننت يا حنفي وتعين عايز تماشي دي على رقابينا عايز تعلقنا كلنا على المشنقة عشان خطرها هتمدي إيدك عليه وتضربه أليه؟ تتقطع الإيد اللي تتمدى على كبيرنا ده اللي مفدي برقابتي يا نسوان مش قادرين عليها؟ أنده الرجالة من تحت ايه ده؟ انت كمان محطر الرجالة؟ الناس كلها سائرة عليك يا حنفي وأنا اللي واقف بينك وبينهم اسمعنا يا حنفي نادية حتتسلم يعني حتتسلم فمشيها بمزاجك أحسن ما تمشي غزبا عنك أقدرش؟ ما أقدرش يا ناس؟ ما أقدرش ربيها في الشارع زي ما رميت أمها لا حاولها ولا أخوة تقيلها بالله ايه ده ايه ده؟ الرجل جراله ايه؟ أنا عارف هياختي ايه اللي جرال والراجل؟ تقولي يا حنفي ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ رضا متضيع شوات نادية لازم تهرب تهرب ليه؟ نهربها ليه؟ نعادل الحكومة عشانها ليه؟ انت تخبطت في دماغك افهم؟ افهم؟ مش هقدر الدهالة بتسلمها للحكومة حتى حتى لو ضربتني بالنهار طب قولي سبب واحد سبب واحد يعقله بني آدم وأنا أخذها تعد هدومي وأخلع ما بك؟ مش عايز اتكلم قدامها بهاي؟ لا اتكلم انا عايزك تتكلم اتكلم بنتي نادية بنتي عايزيني عايزين اتسلمنكم انت الدوار الحكومة مش فهم حاجة بنتك ازاي يعني؟ مش فهمها موسيقى مقولتش من الاول لين نهى بنتك سببين يا نادية سببين مقدرتش احميك زمان ولا دلوقتي على فين عمر اذا؟ انا مباشا لا بس احنا شوفك البوكس وقف قدام الباب فقلنا ننزلها لك بأيدينا يعني زك يا نادية زك تليه اظن كنت فاكرا انه عمر ما هيتقبض عليك ابدا مش كده برضو ما تراضي؟ بالراحة عليها شوية باشا انت بتعمل ايه هنا؟ انا مسيب لخبر تستناني في المكتب عدم المؤخذة باشا اصله مريض وبياخد الدو بمعاد فايبقى وقت تانى بقى وعلي ايه ما احنا خلاص اتقابلنا؟ قدامي يا نادية هانم ما اسميش نادية اسمها عبلة احمد عبدالله نادية عبلة شرويت نبقى نتفاهم في مسألة الاسم دي على اقل من مهلنا لسه قدامنا وقت كبير قوي على ما تخرجي من السجن الحمد لله الشغل زي الفل وماشي كويس والشقة يعني الحمد لله ان اقصى شوية حاجات كده ان شاء الله تخلص الحمد لله وفيش وقت مشاكل كده صغير برضو بني ساحي ان شاء الله هتخلص اسمع يا حسين انا مش عايزة يحصل زي اللي حصل قبل كده يعني ايه؟ يعني مش عايزة حد تاني يخش معانا على الخط اه انت عايزين اتقدملك بنا اذا كنت انت عايز كده بصي اهلك دولت من ايام ما كنا بنحب بعض يطيقوا العمى ولا يطقونيش صح؟ المواقف دلوقتي اتغير قوي بعد الطلوع اهلي دلوقتي ممكن يوفقوا على اي حاجة في سبيل ان المنطق متبقاش منطلق ايه؟ بتفكر في ايه؟ يا حسين دي فرصة يا ريت ما اتضيعاش من ايدينا يعني اتقدملك ويرفضوني واتبعيني انت برضو تاني؟ ابدا الله انا خلاص هتوصل درس وعمل ما ضيعكم ايدي خلاص يا سيدي سبيني شوية كده اضبط نفسي والمقابلة الجاية هقولك تكلميه وتخديلي معاهم معادي وفي البيت ماشا؟ يا باشا احنا ما نعرفش عنها حاجة لمواغزة دي واحدة تعرفت على ابني في سلطة برياردو بتاعتك وبعدين اتجوزها غزب عننا وانت عم حانفة شرح يا باشا نفسي اللي قاله رضا لجنابك ازاي وانت كنت متجوز امه؟ وما امين لمواغزة انا اصلك جوزتي وطلقت كتير سيدة ايه انت سيدة العيقة ايه ده انت بنت سيدة العيقة حانفة صواف انت راجل كبير زي ما بتقول يعني بلاش الشوايتين بتوعك دول واتكلم عيدل سيادتك ما عليك ليش حاجة خالص ايه قدامك اسأل انا لا بنت سيدة العيقة ولا اسمي نادية ولا اعرف عن الكلام ده حاجة خالص بس ما تتحميش قوي كده بكرة الشهود والمجني عليهم حيجوا هنا واتعرفوا عليك انا معرفش اي حد انا ست ماشية في حالي بشوف رزقي كده على الله وخلاص الله شكلك غيرت كلامك معايا يا رضا انا يا باشا ليه سادتك طلبت حانفي جبته لك قلت عايز البيت دي اول ما جات الشقة كلمتك بس انا بقى يا صواف وش مصدق لك ما تعرفهاش يا باشا هي متجوزة ابني ولا ابنه انا مجرد شاهد على العقد ماشا يا حانف يا صواف ومروح الدواريبك تعيش يا امير يا ابن الامرة بس خلي بالك ده الموضوع لسه ما انتهاش انا انا موجود في بيتي وتحت عمرك في اي وقت سلام عليكم وبركاته خلصيني يا نادي عشان اعرف اساعدك انكارك ده ملوش اي مبرر اساعد الباشا انا اسمي عبلة احمد عبدالله عبلة احمد عبدالله الناس دولت بينتقموا مني عشان انا اطلقت من ابنهم وانا غالبانة ومليش حد يا باشا كنت فاكر كاسكة من كده بكرا لما الناس يجوا وتعرفوا عليك اني بنكمل كلامنا نزلها الحاجز خاضر يا باشا استغفر الله العلي العظيم يا رب يا رجل انت مش لسه طافي السجارة ابو ما ادخلوا القوضة يا بتي كلهم سجارتين بعدين البخاخة موجودة لو اصل اي حاجة على المستشفى جري نشم شوية ارسوجين ونرجع انت كل حاجة يا اخي عندك بسهل كده اصلي ما تعودتش احرم نفسي من اي حدا تأم اخدت الدوة؟ اتنجلت بولك ايه قفلي بقى وخلينا نروع شويتين انت مالك يا اخويا وموطي صوتك وموطي صوت التلفزيون كده ايه بيتم ملطفة لو حست ان احنا صحيين هتقول فيها لغ فيها وتجيب الشيشة وطرازينا للصب اه يعني ايه؟ هرقوا السب كده؟ ما حلش عالوحدة كده ت shorts ت shorts والان له هتعذب انا وانت سيب بس اللي فيدك دي وخليك معي والسجارة آه السجارة، ده الرأس رياضة يا راب اسمع كلامها يا حافر آآ الرأس رياضة واسب بنتك محبوسة كلمدريس ايه؟ ايش ناجة محبوسة؟ مين اللي قالك؟ خرقتا جيب حتتين فحمة من القهوة قابلتوا فرق خنزيرة برا وخنزيرة عارف منين؟ يا أخويا والنبي ما تحط في نفسك اللي تقع مننا تاني هو فيه حد حيجيبه الأرض ويقصف عمره غيرك؟ قابل أمد، لو سألنا حنثبتها عليها أكثر ونأذيها ربنا معاها مفيش فقدنا دلوقتي غير الدعا جالها مين يا حاسبي دارويش؟ ولا يهم، تبقى ببقك وتقسم لغيرك بس ازاي يسلموها وهي يا مرات ابنهم؟ يكونش يطلقها يا عمي يطلقها ولا يحرقها بجاز؟ إحنا في اللي طلق وتجاوز؟ ولا في السبوبة اللي طارت مننا؟ أيوة يا أولية، بس هي هتعرف تخلع؟ لا، لا يا صاحبي، ده تسليم أهالي، زمانها بستنيها بدل القضية عشرة بس إذا كنت أنا خلعت، نادي هنزحها مش هتعرف تخلع؟ يا خنزيرة، أنت عديت كده أو أنت؟ لو كنت بتعرف تقرأ وتكتب، كان زمنك واخد حكمه مشرف في اللمان أي يا أولي يا الملاف الساعد، الملك بتقفليها فوال شيكادة أكذب عليك، أطبلك ولا أقولك الحقيقة؟ أنت، حبست تاجر أثار زيها؟ لا أو ده أول واحد هيشهد عليها، هيقول أنها خطفت بنته أهدي برأيتها عشر سنين والتاني، الولية دي اللي بتكلمك وتبعت لها؟ أيوة أمراض ماجد بالخيام، أدي كمرة أخرى، تكون لها فيها كبسلة حلوية أكمل لك حساب ولا تكمل إنت في سرك بعدين؟ لا ما تكمل إيش، بس يا رب ما تجعرني بالوها من بلويها لا الشهادة يا الله، هي فيها كل العبر، بس لوك لوك لا بس، عزمي درويش فتخص بني هاوي، نفسي يؤفد عليها بها يطريقة أهو ده اللي لازم تعمل حسابه، لأنه إن شاء الله بعون الله هيحبسك هيحبسك أيوة، يبقى أنا لازم أخلع لحد ما الحاملة دي تخلص أروح فين يا عطا؟ صباح الفل، يا نعم، نعم الله عليك، الجميلة جاية فيك جناية أجي، ينفع؟ يا أختي ما تزوقي شاوي كده، روائي روائي بقولك إيه أنا مش طايق أروحي، كل الدنيا اللي لادي تهدت فوق دماغي، مش طايق أحد يقولي إزاي حول الله يا ربي، ولو جيت وراي حافتري على اللي جابه أهلك يبقى أنت هي يا بيت، هي مين يا أولي؟ نادية يا حبيبتي، نادية مين يا ست؟ نادية أنزحة يا حبيبتي، يا بيت تت وهي معلمة نادية أنزحة معنا في الزنزالة تقولك إيه بلا نادية بلا زفت؟ أي يا أختي، معلمة نادية حد يعرف يمسكها، ولا حد يعرف شكلها أنا وأنا فوق عند الزبط دلوقتي، سمقاهم بيقولوا إن هي دي نادية أنزحة بس بس، أنت يا أختي صحيح نادية أنزحة دور يا أختي من وشة عايزة تجيب لي تهمة ولا إيه؟ هو إيه ده؟ حبابتي ما عاش ولا كان يا أختي بيجيب لك تهمة؟ أنت خايفة من إيه ده، احنا كلنا هنا ولا تقرر يعني حبايب؟ حبايب حبايب يا أختي ما تخافيش ما تقلقيش طيب شو فيلي حتة كده رايح فيها وكوباية شاي وزجارتين بسيطة، بيتة لواحس هات الترمس والسجار يا بيتة وعملي لقمة حاضر يا أبليتش حاضر يا حبابتي روائي روائي آه، مايزة كده ترجم الكلمتين اللي حقولهم للثابت بكرة علشان لازم أخرج منهان إيه سنبليها تخرج ما تقلقيش أوه، أنا التمر باعشة أعلى فين يا к élan، روح فين دلوقش رايحة أنا لا إيها حصلي فجر ربونا اهو بايدن خليكم، انت ربنا تابع لكبالي يا يا لأ لا يوحليا الأزعمه يا رمين يا باعشة لا 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 لا، أنت كمام بتكون كمام حلوة قدامك تدامك قدامي لزحة يا الله أسحاب الله أسحاب الله أسحاب الله احنا غلطنا في حقك يا حنف بعد ايه؟ مليش؟ وإحنا كنا نعرف منين بس المشكلة مش في نادية انت شرطت لابنك ونفسك وبروشتاني قدام الظابط وإنا كنت أعرف منين بس واللي حوالي أشعوذوني طب تصدق بالله أنك أنت كنت صعبان علي بطل كلامك ده واتكل على الله ما فيش حاجة في الدنيا حتخلينا سامح بعد اللي حصل ده بس احنا حنوقف جنبيها ونساعدها من بعيد لبعيد شكريني يا أخي أنا أقدر أعرف إزاي ساعدها الواحدة ناشي اللي تحكم بي أنا رأى بتسدادها مش عايز أحكم ولا عايز حاجة منكم من هنا ورايح كل واحد لحاله يعني إيه؟ هتتبرى مننا؟ نحمدوا ربنا أني مش عدركوا يا حنف إحنا جايين نعتذرلك ونحمل بيت ونكفر عن زنبنا ده؟ أنا خلاص فقت ونضفت أهل النساء طب لحظة عاحتة ممكن بقى تهوينا عشان مش عايز حد يسمع المكالمة دي إيه ده؟ انت بتخونني يا حنفي؟ أيوة اللي يعملها مرة ممكن يعملها ألف مرة وما يصعبش عليه غالي برضو إحنا في ظاهرك يا صواف وأي حاجة تطلبها أنا تحت عمرك خد الباب في إيدك وإنت خارج وما تجيش إلا ما أبعد لك هلوه أيوة يا حافي لا الكلام ما ينفعش في التليفون لازم نتقابل اللي يشوف يشوف واللي يعرف يعرف البت جوه وصابت في دماغه كل حاجة إيه؟ عليك نور أيوة كده كل حاجة بقت علمك شوف واللي يقدر على حاجة يعملها الولد اسمناه ما شاء الله صحيته بقت كويسة قوي أمه ليه؟ هو فيه أحلى ولا أفيض من لبن الأم ده العائل أول ما بيتولد بيبقى شكله كده لكن أول ما بيتفتم وياكل من الأكل اللي احنا بنكل منه صحيته بتبوص ياتي 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 ده بيبصيلي أمه ليه مش أبوي لازم يحس بيك ربنا يصبره على فرق أمه هاة بتعمل ايه عندك يا أستاذ؟ لا بعمل ايه؟ بتطمن على الولد الولد يجي لك لغاية عندك تدرب الجرز الخدمين كلهم يجروا عليك وأول بهم هي ده لسه واقف اتفضل الهداني عندنا شغل كتير ومصيبة صودة حلت على دمكنا عالصبح اتفضل ايه 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 قلقتيني كل ما حاول انساور تاحمل ويطلعني بحاجة جديدة مين احمد زهران تاني البيه بقى اقوى من اول اثر على وجدي ويليام وعايزين يفتحه مصنع جديد مصنع ليه؟ عايزين ينتجوا ادوية فيروس سي ايه؟ اللي احنا منستردها؟ تخيل بقى مشروع زي ده لو نجح احنا ممكن نخسر قد ايه اهلا ايها مقدم عزمي؟ اه اهلا وسهلا اهلا وسهلا معلش الواحد بيغير المرأة كل شوية ايه؟ معقولة؟ قبضت عليها؟ امتى؟ طبعا هاجي اشهد عنيها بس انا لو طولت اقتلها هقتلها مش هلت اخر يا باشا قبل المعادة هنكون عندك موسيقى موسيقى موسيقى